حاولت الغواصة الروسية بقدراتها الاستثنائية وهي تاج وسر البحرية الروسية لشاراك أن تبحر خارج هجوم تحذيري من بريطانيا لتتحول إلى هدف رمادي للقيادة الشمالية للجيش الأمريكي ويمكن لهذه الغواصة أن تدمر كما أنها تستطيع أن تستغل وهي في عمق البحار 97% من كبلات الاتصالات في العالم والتي تضخ عشرات مليارات الدولارات وحاليا جاء الهجوم التحذيري على الغواصات الروسية العاملة بشكل عدواني ضد كبلات المحيط الأطلسي السفينة الجديدة مروس يقول التقرير الذي تنقله الدايلستار البريطانية بقلم ميكايل موران في مارس الماضي أن هذه السفينة أي مورس ستدخل الخدمة في 2024 وهي القادرة وحدها على سد الهجمة لشارك يمكن أن تصل إلى عمق يزيد عن 8200 قدم وهي من مشروع 10831 من المحطة النووية العميقة Deep Nuclear Station AGS أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق وسطية بعد الهجوم التحذيري الذي قامت به روسيا ضد المدمرة ديفندر البريطانية وجدنا ردا مباشرا من بريطانيا والولايات المتحدة الأمراكية ضد لشارك هذه الغواصة النووية العميقة المؤثرة اليوم هي تحت كبلات المحيط الأطلسي يوم تستغل فيها أولا كما تشاء وأيضا وهذا هو الأهم تستطيع تدميرها وبالتالي فالبحرية الأمراكية والبريطانية جعلت من هذه الغواصة هدفا رماديا هي لا تستطيع له هناك مرص هذه إلى 2024 بريطانيا ليس لديها القدرة بالهاي تكنولوجيا التي عندها أو بالتكنولوجيا العالية التي عندها أن ترد أو تصد أو تعرقل أو تشوش على الغواصة النووية الشديدة السرية الروسية إذن أول شاهد هو أن البريطاني هو الذي يقول بأن هذه الغواصة هي غواصة استثنائية وسرية وشديدة الفعالية وتستطيع ضرب القبلات في كل المحيط الأطلسي مما يعني إبطال جميع التصالات في كل العالم هذا أهم شيء بالنسبة في العالم الغربي إذن أهم شيء لدى روسيا أنها يمكنها في أي لحظة قطع جميع التصالات عن أمريكا وعن بريطانيا دفعة واحدة بفضل هذه الغواصة النووية الشديدة السرية لشارك يمكن إيقاف جميع التصالات كما قلنا لندن والولايات المتحدة الأمريكية وكل التصالات الجارية ما بين القوات الأمريكية في أفريقيا وفي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إذن المسألة تتعلق الآن بمدى هذه الدقة هناك حوالي 97% هي قادرة على الوصول إلى هذه الأهداف المسألة الثانية أن هناك إمكانية استغلال الخطوط خطوط الاتصالات من أجل تمكين اتصالاتها هذه الغواصة تستطيع الاتصال مباشرة بموسكو عن طريق هذه الحبال أو الكابلات إذن 97% تخيلوا هذا الرقم 97% يمكن لهذه الغواصة أن تدمرها على الآخر يعني أن جميع التصالات في العالم الغربي 97% منها يمكن إبطالها ماذا بقي إذن؟ بقيت 3% هل 3% يمكن أن تحمي الجيش الأمريكي أو الجيش البريطاني أو أي جيش أو في علاقة هذا الجيش بأي انتشار له في أي منطقة يعني يمكن إبطال الانتشار الأمريكي مباشرة في هجمة روسية واحدة إذن هذه أكبر ضرب ممكنة استراتيجيا يمكن من خلالها شل أمريكا 3% التي هي تابعة لنظام داخلي من الجيش يمكن أن يستتبع أيضا النووي منها يكفي على أن هناك تقرير سري يصل إلى أن 97% تشمل الترسانة النووية أيضا الأمريكية والبريطانية إذن أمامنا أكثر من معلومة شديدة الحساسية أولا بالنسبة للترسانة النووية البريطانية 95% منها هي تحت التصرف الروسي الآن ويمكن إبطال الاتصال مع هذه الأوجه أو أي وجه للاتصالات اليوم مع البرنامج النووي البريطاني بين مثلا الغواصات البريطانية العاملة من خارج المياه الإقليمية البريطانية وما بين مركز الاتصالات البريطانية إذن هناك 95% هناك 73% بالنسبة لكل الترسانة الأمريكية هي خاضعة لاتصالات كلاسيكية عبر الكابلات أيضا كجزء من الحماية بالإضافة إلى أن أمر الجبئاس عموما هو ناتج عن نفس هذا المصدر يعني أننا أمام تقديرات أخرى تسير باتجاه أن الأقمار الصناعي أو الاتصالات الفضائية الوحيدة التي يبتعد عنها الروس وهناك إمكانية أيضا تكنولوجية من هذه التكنولوجيا بتقنيات وصناعة روسية إذن أولى الأشياء أن هناك الكابلات أو هذه الاتصالات الكلاسيكية التي يمكن للروس التحكم فيها بنسبة عالية وتمسل برنامج النووي في كل مربطانيا وأمريكا وفي غيرها المسألة الأخرى هي أننا أمام ترتيب جديد للاتصالات يمكن قطع الاتصالات ما بين حوالي 27% إلى 30% من الجيش الأمريكي العامل من خارج الأراضي الأمريكية والذي يحتاج بشكل مباشر إلى اتصالات كلاسيكية أو عبر الكابلات هذا أيضا هناك صعوبة في قبول مثل هذه الوضعية هذه الوضعية تدفع إلى عزل جزء من الأمريكيين وأن يكونوا أسرى على الأقل أو ليس لديهم أي اتصال مع قمرة التحكم والسيطرة الأمريكية المسألة الثالثة أن بريطانيا تستعد لـ 2024 لمواجهة تحدي روسي يعني الفارق الزمني أو الزمن التكنولوجي ما بين بريطانيا وبين روسيا على الأقل هناك أربع سنوات أو ثلاث سنوات على الأقل وفي هذه الحالة سنجد أن روسيا أيضا ستطور نفسها وبالتالي فإن أنا أمام مرس في مقابل شرك وفي هذه الحالة هناك أربع سنوات إلى خمس سنوات من الزمن التكنولوجي تسبق فيه روسيا بريطانيا بشهادة بريطانية هذه المسألة لا يناقشها أحد على صعيد الغواصات لا أحد يناقش قوة روسيا خصوصا النووي منها أما أن تصل إلى ثمانية آلاف مئتي قدم فهذا يؤكد من جهة أخرى أن هناك أولا الاتصالات ما بين الحلفاء اليابان على وجه دقيق مع الولايات المتحدة الأمراكية من خارج الفضاء فهذه صعوبة كبيرة جدا يعني يمكن أن تتكرر أزمات خصوصا بالنسبة للقيادات مثلا أفريقام سينتكام في الشرق الأوسط القيادة الأوروبية كل هذه القيادات تتعاطى بنسبة أكثر من 70% مع الكابلات مع كابلات الأطلس على وجه التحديد وهذا يفيد من جهة أننا أمام أزمة حقيقية هناك جهة أخرى لا يتطرق لها الكثيرون أن روسيا يمكن في نفس هذا التوقيت أن تشن هجوما مماثلا في الباسيفيكي هذا شيء واضح ويمكن العمل عليه المسألة الثالثة أن ما دام هناك حصار على مياه وأجواء روسية عن طريق الطيران عن طريق احتواء روسية جوا وبحرا وبرا فبالنسبة لدرجة الاحتواء المضاد أو ما يسمى بالهجوم العدواني بمعنى الضربات الروسية فإن هذه الضربات توجه إلى الأراضي إلى هواي إلى مقربة كبيرة جدا من الشواطئ البريطانية بنسبة تصل إلى حوالي 67% يعني أننا أمام حرب حقيقية تحت المياه أو حرب المحيطات بالنسبة لما تعتبره الديل ستار وغيرها أن هناك رغبة أكيدة لدى الروس في نقل المعركة إلى الجهة الأخرى وهذه الجهة هي التي تمارسها الآن بريطانيا لأنها ترغب في صد الهجوم النووي الروسي في الأطلسي والإبطالي ما يسمى الحرب حرب المحيطات وهذه الحرب حرب مدمنة بكل تأكيد حرب تعيد العالم إلى ما قبل العصر الحجري في حال المساس بهذه الانتقالة بهذه التكنولوجيا يمكن أن يصل العالم إلى حالة من تدمير كل ما لديه ففي إحدى الصباحات يمكن أن يجد العالم نفسه أن خارج التغطية بشكل كامل نتيجة تدمير القابلات ولذلك فالأمريكيون لا يعتقدون بأهمية في المساس بالاتصالات لدى روسيا لكن روسيا لديها هذه الخطوة الانتحارية باتجاه هذه الضربة المباشرة أي أننا أمام سعي كبير وواضح للوصول إلى قطع الاتصالات عن العالم الغربي وشله بشكل كامل وهذا يفيد أن يكون هناك رغبات أكيدة في الوصول إلى أهميات نجدها في 97% على صعيد الاتصالات نجدها في ما يسمى بالاتصالات عبر الجباس نجدها أيضا في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وأيضا تحتاج إلى دعم من الاتصالات الكلاسيكية للانتشار إذن كل هذه المحاور كلها تؤثر فيها روسيا الآن وروسيا تلقت ضربة مباشرة تشويشية ضد الوشارك لكن الوشارك هددت في الوصول إلى القابلات ولمدة 24 ساعة كانت الكابلات تحت التهديد المباشر الروسي وجعل انظار البريطاني وزاد من عزم الروس على هذه الهجمة العدوانية ضد الكابلات في الأطلسي وهذه الكابلات كانت توقف الاتصالات في كل العالم بل وشوشت على كثير من الاتصالات خصوصا بالنسبة لتجريب أكثر من جهة نحن نتحدث الآن على أن الأمريكيين ونتيجة استثمار انظروا إلى هذه المعلومة استثمار لوشارك للكابلات من أجل تمرير وكشف الاتصالات بالتجاه روسيا قرصرت معلومات بالتجاه روسيا هذه الوضعية هي في حدود 46% من المعلومات التي تمر عبر القابلات وهذه الاتصالات تصل مباشرة إلى روسيا هل هناك إمكانية قراءتها من عدمه؟ لا أحد يؤكد إلى الآن لكن المعلومة المدققة وحالة وصول الروس تماما إلى القابلات البحرية هذه القابلات اليوم هي تحت الاستغلال الروسي رغم التحذيرات الأمريكية والتحذيرات البريطانية لأن هذه الغواصة تقدم أكبر تكنولوجيا نووية ومحصنة ويمكن أن تدمر العالم أو تستولي على اتصالات العالم والخيار رغم بينهما صعب على الأمريكيين والبريطانيين شكرا جزيلا وإلى اللقاء